السلام عليكم اذا مهتمين وحابين تعرفوا طريقة سريعة وصحية لا تنقصوا من 1 ل 3 كيلو بيوم واحد فقط اسمعوا كل كلمة من هالفيديو واتبعوا التعليمات حرفيا ولا تنسوا اذا استفدتوا من هذا الفيديو ولو بمعلومة بسيطة جدا انه تدعموني بالاشتراك واللايك ولا تنسوا تفعلوا جرس الاشعارات لانه عن جد الفيديوهات القادمة جدا مفيدة ودسمة وهلأ من غير ما طول عليكم خلينا نجاوب على كل الاسئلة المتعلقة بهذا اليوم وهو يوم تنظيف المعدة خليكن معي اول سؤال وهو شو هو يوم تنظيف المعدة هذا اليوم عبارة انه ناكل اكلات معينة ومشروبات معينة بدورها راح تساعد معدتنا وامعائنا انها تتخلص من جميع الرواسب وبواقع الاكل يلي تراكمت خلال فترة طويلة وكمان راح يساعدها اليوم من التخلص من الامساك ومشاكل التخلص من فضلات الجسم يلي بيعاني منها كتير من الناس وهذا هو باختصار يوم تنظيف المعدة السؤال يلي بعده وهو كم كيلو انا ممكن انحف بهذا اليوم هذا الامر بيختلف من شخص لاخر وكمان بيعتمد على عوامل كتيرة ومنها طريقة نوع الاكل يلي كنتوا تاكلوا قبل ما تعملوا هذا اليوم وكمان بيعتمد على وزنكم فاللي اوزانهم كبيرة ممكن انه ينحفوا اكتر من يلي اوزانهم متوسطة ولكن بالعموم وباذن الله تعالى طبعا راح تنحفوا اقل شي واحد كيلو يعني من واحد الى ثلاثة كيلو بس لو اتبعتوا التعليمات القادمة حرفيا السؤال يلي بعده وهو كم مرة بالشهر فيني اعمل يوم تنظيف المعدة الجواب بسيط جدا وهو فقط مرة واحدة بالشهر بس حابة اشرح لكم ليش يعني فيه ناس كتير بيقولولي فيني اعمل هذا اليوم مثلا كل اسبوع الجواب لا والسبب انه بهذا اليوم ممكن انه تفقدوا عناصر كتير مهمة من جسمكم مثل الاملاح المعدنية والفوسفور وعناصر كتير مهمة للجسم والسبب الاهم هو انه بهذا اليوم ممنوع الاكلات اللي تحوي على بروتينات ومتل ما كلنا نعرف انه جسمنا بيحتاج للبروتين يوميا لانه البروتين هو الغذاء الرئيسي للعضلات لذلك من الخطر على جسمنا انه نعمل يوم تنظيف المعدة اكتر من مرة بالشهر السؤال يلي بعده شو هي المشروبات الممنوعة والمسموحة بهذا اليوم رح ادخل على المشروبات المسموحة وهي الماء من ثلاثة لأربعة لتر وكمان عندك مشروب الديتوكس مثل انه تجيبي شرائح ليمون مقطعة مع ماء او شرائح اخيار او بقدونس منقوع المهم اي نوع من الخضار والفواكي تكون منقوعة بالماء وتشربها هذا هو مشروب الديتوكس وكمان مسموح لكم انه تعملوا كوكتيل ولكن الكوكتيل الى شروط اول شي ما نستخدم ولا اي نوع من انواع المحليات ولا سكر دايت ولا عسل ولا اي شي وكمان ممنوع نستخدم الحليب لا كامل دسم ولا خالد دسم فقط تجيبي حبات الفواكي اللي انتي بتحبيها وتحطيها بالخلاط وتخلطيها وتشربيها الاهم انه ما تنعصر يعني ما تعصري برتقال ولا تعصري ليمون لازم تاكلي الفواكه كاملة لحتى نستفيد من الالياف يلي داخلها وبالنسبة للمشروبات الممنوعة كل شيء ثاني غير يلي ذكرته اول شيء ممنوع وحاب بنوها على موضوع كتير مهم انه في بعض ناس بيقولولي فيني اشرب نعناع او زنجبيل او قرفة يا جماعة كل هاي المشروبات الساخنة ممنوعة تماما القهوة والشاي والشاي الاخضر واي نوع منبهات ايضا ممنوع وكمان المشروبات الساخنة مثل اليانسون والزعتر البري كل هدول ممنوعين اذا فقط المشروبات المسموحة هي يلي ذكرتها اول شيء وبتمنى انه تتقيدوا بالتعليمات لا تحصلوا على نتيجة افضل السؤال رقم خمسة شو هي الاكلات المسموحة والممنوعة بهذا اليوم رح ادخل ايضا على الاكلات المسموحة اول شيء وهي جميع انواع الخضار نيئة وليست مطبوخة رح ارجع عيد هاي الجزئية لانه كتير ناس بيسألوني فيني اسلق بطاطا او فيني اسلق مثلا بروكلي لا يا جماعة جميع انواع الخضار مسموحة ولكن نيئة وليست مطبوخة او معرضة للحرارة وكمان مسموح لكم تاكلوا الزبادي كامل او خالد دسم ما بيمنع واي كمية ترغبوا انكم تاكلوها بهذا اليوم مسموح بل بالعكس انه الكمية كل ما كترتي اكتر كل ما نحفتي اكتر وكمان مسموح لكم تاكلوا جميع انواع الفواكه ما عدا الموز والتمر والعنب والمنقة لانه هدول الاربع انواع بيحوى على كمية هائلة من السكر فخلونا نبتعد عنهم احسن واي سؤال حابين تسألوني عن نوع اكل معين انه فيكن تاكلوا او لا ومحتارين فيكن تكتبولي بالتعليقات وانا بأكدلكن انه باذن الله رح ارد على جميع اسئلتكن واستفساراتكن اخر سؤال معنا وهو كمية الاكل اللازم استهلاكها بهذا اليوم يعني قديش لازم ناكل بهذا اليوم الجملة الوحيدة اللي رح تشرح هالسؤال هي ياكلوا لحتى تشبعوا لانه كل ما كترتوا كمية الاكل كل ما استفدتوا اكتر بتوقع ما في احلى من هيك انه يعني ناكل لحتى نشبع يعني هذا الشي يلي نحنا اصلا كله من نسعيله انه بدنا ناكل وننحف فبهذا اليوم عن جد رح يتحقق هذا الشي انه رح تاكلوا كتير وباذن الله كل ما كترتوا بالكمية كل ما حصلتوا على نتيجة افضل واخر شي عندي لكن شوية نصائح اول نصيحة هو انكم تكتروا من شرب المي قد ما تقدروا تاني نصيحة هي انه تكتروا من الخضار اللي لونها اخضر لانها بتحوي الياف اكتر ثالث نصيحة هي انه تبتعدوا عن اي نوع من انواع المنبهات لاني بعرف اكتر الناس اللي بيعانوا بهذا اليوم هنانا الناس اللي متعودين على شرب القهوة والشاي الصبح فبتبنى انكم تستحملوا هذا اليوم يعني هو يوم واحد بالشهر لانه عن جد النتيجة فعالة اذا بتكن توصلوا لنتيجة حلوة باذن الله سبحانه وتعالى فحاولوا انه تتقيدوا بالتعليمات فقط ليوم واحد بس النصيحة الرابعة وهي حاولوا تمشوا شوي بهذا اليوم يعني لو 15 دقيقة مشيتوا كتير منيح مو ضروري تطلعوا من البيت لحتى تمشوا او تروحوا على جيم ليعني امشوا بالمكان اعملوا شوية حركات المهم اتحركوا اخر نصيحة وهي ممنوع الملح للناس اللي عم تقول انه فيني اعمل صلطة وحط عليها شوية ملح ومعلقة زيت زيتون هذا الشي غلط تماما وطبعا يعني ما رح يخليكي تحصلي على نتيجة حلوة لذلك بتعدوا عن الملح كمان لانه الملح بيحب السوائل بالجسم فما رح نحصل على النتيجة المطلوبة وفي نصيحة كمان انه اذا عملتوا صلطة من غير ملح ومن غير زيت الليمون ما تعصروا عصر على الصلطة حاولوا انكم تأشروا الليمونة وتقطعوها لمكعبات وتخلطوها مع الصلطة لحتى نستفيد من الالياف الموجودة داخلها واخر شي بتمنى انكم تشاركوني تجاربكم الشخصية على الانستجرام هلأ رح حط لكم الرابط بصندوق الوصف بتروحوا على الانستجرام بتكتبولي تجربتكم مع هذا اليوم كم كيلون حفتوا وياللي ما نحفوا شو هي الاغلاط ياللي عملوها وحتى لو ما عملوا اغلاط ياريت الكل يكتب لي تجربته وانا باذن الله رح اخصص فيديو كامل لحتى اعرز تجاربكم لحتى الفائدة عم للجميع وكمان الناس ياللي غلطوا الناس التانية بيستفيدوا او يتعلموا من اغلاطهم وبالنسبة لتجربتي كمان رح حط لكم الرابط بصندوق الوصف روحوا شوفوا انا كيف عملت هذا اليوم وكم كيلون حفت وكمان شو هي الاكلات ياللي اكلتها بهذا اليوم يعني من انواع الخضار والفواكه وبتمنى انه عن جد تكتبولي بالتعليقات يعني اذا عم تستفيدوا من فيديوهاتي والشغلات ياللي عم قدملكوني اياها وبتمنى انكم تدعموني بالاشتراك وباللايك لحتى انساعد اكبر قدر من الناس انهم يوصلوا لحياة صحية افضل وشكرا لوصولكن لهي اللحظة من الفيديو وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم